اهلا بكم واول فيديو لسنة تانية اعدادي والسنة ان شاء الله هنتكلم في الجغرافية عن حاجة اسمها الوطن العربي سواء في الترم الاول او الترم التاني طيب ايه الوطن العربي ده؟ اقول له لو بصنا على خارطة العالم هنلاقي شوية دول موجودة هنا كده سواء في شمال افريقيا او شوية هنا موجودين في اسيا طب الدول ده عددهم قد ايه؟ اقول له 22 دولة بنسميهم الوطن العربي ما لهم بقى ال 22 دولة دول؟ اقول له ال 22 دولة دول بيتكلموا لغة واحدة اللي هي اللغة العربية مكانهم واحد نفس المكان على الخريطة طيب ويه كمان تاريخ خم مشترك يعني اللي بيحصل في اي دولة من دول بيأثر على الباقي طيب مصر طبعا من ال 22 دولة يبقى احنا كده الوطن بتاعنا اسمه مصر والوطن الاكبر اسمه الوطن العربي يعني زي مصر بالزبط يبقى ال 22 دولة بيجمعهم كم حاجة؟ 3 حاجات لغة واحدة مكان واحد تاريخ مشترك طيب ال 22 دولة دول مساحتهم قد ايه؟ اقول له 13 مليون كيلو متر مربع يقول لك طيب انا عايزك تحدد لموقع الوطن العربي اقول له سهلة اي مكان في الدراسات الاجتماعية له موقعين؟ موقع جغرافي وموقع فلكي الموقع الجغرافي يقصد به الموقع بالنسبة للماء واليابس يعني هتقول المكان ده الشمال والجنوب والشرق والغرب موجود ايه؟ طيب والموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض يعني الموقع على الخريطة مش على الطبيعة يعني عايزك تعرف المكان ده من خط كام وخط كام ودارت كام ودارت كام طيب بالنسبة للموقع جغرافي للوطن العربي شمال الوطن العربي لو جبنا الخريطة وبصنا عليه هتلاقي هنا كده في الشمال البحر المتوسط وهنا حاجة اسمها جبال طروس يبقى شمال الوطن العربي ايه؟ البحر المتوسط وجبال طروس طيب جنوب الوطن العربي تعالى تحت كده هتلاقي حاجة اسمها المحيط الهندي طيب وإيه هنا بقى أقول له الصحراء الكبرى ودول وسط إفرق يبقى ثاني في جنوب الوطن العربي يوجد إيه أقول له المحيط الهندي والصحراء الكبرى ودول وسط إفرق طيب غرب الوطن العربي ما فيش هلال محيط الأطلنطي هنا في غرب الوطن العربي طيب شارك الوطن العربي أقول له تعالى بص كده هللاقي الخليج العربي وخليج عمان والبحر العربي ثاني هللاقي الخليج العربي وخليج عمان والبحر العربي طيب احنا كده خلصنا الموقع الجرافي اقول له اه بس في حتة في جبالين هنا كده في الشمال الشرقي للوطن العربي جبال زجرس وكردستان جبال ايه زجرس وكردستان قلنا فين في الشمال الشرقي للوطن العربي لو بصينا على الخريطة الوطن العربي هل لا ايه بيطل على جوز محيطات المحيط الاطلنطي والمحيط الهندي طيب وكم بحر اقول له على ثلاث بحار اذا البحر المتوسط وذا البحر الاحمر وذا البحر اسمه البحر العربي طيب وعلى كم خليج اقول له ثلاث خلجان الخليج العربي وخليج عمان وخليج عدن يبقى لو قالك يطل الوطن العربي على كم محيط اثنين كم بحر ثلاثة وكم خليج برضو ثلاثة طب لو بصينا كده على حدود الوطن العربي كل الحدود دي حدود طبيعية ولا بشارية اقول له ده حدود طبيعية ده عبارة عن محيطات وبحار وجبال طيب يجي لك سؤال في الامتحان ويقولك ما النتائج المترتبة على امتداد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبيعية الظواهر الطبيعية دي عملت ايه اقول له ساعدت على احتفاظه بشخصيته العربية المميزة يعني فضل زيب هو له شكل خاص وطبع خاص نخش بقى على الموقع الفلكي وان الموقع الفلكي احنا عايزين نحدد خط طول وخط طول ودارية عرض ودارية عرض لو بصينا على الوطن العربي هللاقيه يقع بين خطي طول ستين شرقا وسبعتاشر قربا وبين دائرتين عرض اتنين جنوبا حتى سبعة وثلاثين ونص شمال طيب كل الوطن العربي اه ما عاد دولة واحدة اسمها ايه جزر القمر موجودة فين جزر القمر دي اقول له موجودة في المحيط الهندي طيب طيب هنجيب لها موقع فلكي اقول له اه يعني هنجيب لها خط طول ودارية عرض اه تبتقع دولة جزر القمر على عند خط كم ودارية كم اقول له عند دائرة عرض اتناشر جنوبا وخط طول اربعة واربعين شرقا وبكده نكون خلصنا نص الدرس شكرا كان معكم مستر عطا زكي شحد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة